علامة حائط مسجد الكوفة هذه العلامة المهمة على الأقل من وجهة نظري لا أدري هل تعتبرونها مهمة أم أنها ليست مهمة في نظركم تلك هي مشكلتكم ما هي بمشكلتي الاهتمام بهذه العلامة وبغيرها من الأمور المماثلة التي ذكرت في أحاديثنا في شؤون الغيبة والظهور الاهتمام بهذه العلامة وأمثالها علامة واضحة تشير إلى أن المهتمين بهذه العلامة وأمثالها في الثقافة المهدوية هم في المسار الصحيح في مسار التعظيم وليس في المسار الخاطئ الأعوج في مسار التقزيم الذي هو مسار مراجع حوزة النجف وكربلاء عنواننا واضح المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم هناك مسار التعظيم وهناك مسار التقزيم مسار التقزيم هو المسار الذي لا يعبأ بهذه العلامة وأمثالها أصحاب أصحاب مسار التقزيم يضعفون هذه الأحاديث بل لا يعبؤون بها بغض النظر أكانت صحيحة من ودشة نظرهم أم كانت ضعيفة بحسب موازين علم رجالهم الناصبي لا يعبؤون بأحاديث الشؤون المهدوية في الوقت الذي يضحكون على الشيعة من أنهم نواب للمهدي وفي الوقت الذي باسم نيابتهم للمهدي يسرقون الشيعة باسم صاحب الزمان يتخذون منهم حميرا كائنات ديخية الشيعة فرحون بذلك لا شأن لي بالشيعة الفرحين باستحمارهم من قبل هؤلاء الدجالين الكذابين إنهم مراجع النجفي وكربلاء مراجع مسار التقزيم مسار التعظيم هذه علائمه هذه خصائصه الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة ترتبط بشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أتحدث عن شؤون الغيبة وأتحدث عن شؤون الظهور من هنا كان الاهتمام بهذه العلامة التي قد يرى البعض لا قيمة لها لا أهمية لها خلاصة القول الاهتمام بهذه العلامة أعني علامة حائط مسجد الكوفة وبأمثالها من الشؤون المهدوية الأخرى علامة واضحة على أننا نسير في مسار التعظيم ومن أننا بعيدون جدا عن مسار التقزيم الذي هو مسار مرجئة النجف مسار بترية حوزة الطوسي التي تأسست سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة ولا زالت على بتريتها ولا زالت على مرجئيتها ولا زالت على تقصيرها بل هي تزداد يوما بعد يوم في ضلالها وابتعادها عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه واقعهم العقائدي وحياتهم الدينية ودروسهم الحوزوية وفضائياتهم وخطباؤهم الحمير على المنبر الحسيني كل ذلك يحدثنا عن هذه الحقيقة إنها الحقيقة التي أرددها دائما في برامجي من أن إمام زماننا مشرق ومن أن الشيعة بقيادة مراجع النجف وكربلاء مغربون وكلما تقدم الزمان كلما ذهب الإمام مشرقا بعيدا وذهب المرجئيون البتريون في النجف وكربلاء مغربين بعيدا بعيدا قد يقول قائل ما الدليل القطعي الواضح على حقيقة المعلومات التي ذكرت في الحلقتين الماضيتين بخصوص علامة حائط مسجد الكوفة من قال إن المعلومات التي ذكرت كانت صحيحة ودقيقة بحسب بحسب الإمكان العقلي العام يمكن لقائل أن يقول هذا إذا أردنا أن ننظر إلى الموضوع من هذه العدسة من عدسة الإمكان العقلي العام يمكن أن يطرح هذا الإحتمال ولكن في الجهة الأخرى يطرح الكلام نفسه ومن قال إن المطالب التي بينت ليست دقيقة وليست صحيحة أيضا أقول هذا الكلام من خلال العدسة نفسها من خلال عدسة الإمكان العقلي العام فإذا قال قائل من قال إن الكلام الذي ذكر في الحلقتين الماضيتين صحيح ودقيق أقول أيضا ومن قال إن الكلام الذي ذكر في الحلقتين الماضيتين ليس دقيقا وليس صحيحا حتى إذا أردت أن أفترض أن أن المطالب التي بينت في الحلقتين الماضيتين وما سأبينه في هذه الحلقة حتى إذا افترضت أن الكلام ليس صحيحا جملة وتفصيلا بالنتيجة إنني تحدثت وفقا لمعطيات إنني ما تحدثت من خيال ولا تحدثت من فراغ إنني تحدثت عبر معطيات وهذه المعطيات لها مصادرها المعروفة وقد فصلت القول فيما تقدم في الحلقتين الماضيتين ولكنني أقول مع ذلك اعتبروا هذا الحديث حينما تتابعونه وحينما تستمعون إليه اعتبروه كبرامج الفضائيات الشيعية التي تتناول التحليل السياسية والتحليل الاجتماعية والتحليل الاقتصادية إلى كثير من الموضوعات التي إذا أردنا أن نقيمها بميزان علمي صحيح أو بميزان ديني قويم فإنها في أحسن أحوالها أتحدث عن تلك البرامج وتلك التحليلات فإنها في أحسن أحوالها أحوالها هراء في هراء في هراء فاعتبروا حديثي هراء في هراء في هراء مثل ما تستمعون إلى كل ذلك الهراء هذا تحليل مهدوي فاعتبروه هراء كهراء التحليل السياسي والتحليل الاجتماعي والتحليل الاقتصادي وفي بعض الأحيان يكون التحليل لا ندري ما هو ومع ذلك فإننا نشاهد تلك البرامج ونتابعها ونستمع إليها ونقضي وقتا طويلا في متابعتها وهي في الحقيقة هراء في هراء في هراء فاعتبروا هذا الحديث هراء في هراء في حوزة النجف حينما يدرس المراجع والفقهاء يدرسون علم أصول الفقه في أبحاث الخارج في الدروس العالية في الحوزة الدورة الأصولية قد تستمر إلى خمس سنوات وربما إلى سبع سنوات وربما تكون أطول من ذلك إذا أردنا أن نقيمها بموازين العترة الطاهرة هي ضلال في ضلال لكننا إذا أردنا أن نغض الطرف عن الضلال فإنها هراء في هراء تمر الأيام وربما الأسابيع ويوميا يأتي المرجع يأتل المنبر ويبدأ في هرائه لمدة ساعة ويستمر أياما وربما أسابيع وبعد ذلك يقول لهؤلاء المستحمرين والمستحمرين الذين يحضرون درسه يقول لهم وهذا البحث لا طائل تحته يعني لا فائدة فيه كان مشغولا هو فيه وكذلك الذين استحمرهم في درسه هذا من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء من الذين يكتبون ويقررون هراءه يقول لهم بعد أيام أو بعد أسابيع هذا البحث لا طائل تحته ومع ذلك يكتبونه ويقررونه وحينما تطبع التقريرات يطبع ذلك الهراء الذي لا طائل تحته وحينما يتصدى تلاميذه للتدريس أيضا يدرسون المطلب الذي لا طائل تحته مرة أخرى كي يستحمر مجموعة جديدة من المعممين المستحمرين في حوزة النجف وكربلاء فهم مستحمرون وفي الوقت نفسه مستحمرون مستحمرون من قبل المراجع وهم أيضا يستحمرون أنفسهم لو لم يستحمروا أنفسهم لما استطاع المراجع أن يستحمروهم لما صاروا مستحمرين عند المراجع هم في البداية يستحمرون أنفسهم وبعد ذلك يستحمرهم آية الله العظمى المرجع الأعلى إذن لماذا يا أيها المرجع الفهيم البهيم تقضي وقتك في بحث لا طائل تحته لا فائدة فيه يقول إننا نسير على منهج أساتذتنا يعني أن الأساتذة كانوا على هذا المنهج الاستحماري يقضون الأيام والأسابيع في كلام لا فائدة فيه صدقوني هذه الحقيقة تتكرر على طول السنين وعلى طول الشهور في حوزة النجف وكربلاء وهذا الأمر موجود في كتبهم أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة أنا أنا أتحدث أمام الكاميرات وهذا البث بث مباشر يشاهدونني في النجف وكربلاء يتابعون هذا البرنامج إذا كان كلامي هذا ليس صحيحا وليس دقيقا فليكذبوني فليكذبوني وإذا ما تورط أحدهم وأراد أن يكذبني فإنني سآتي بكتب المراجع بكتب مراجعهم الأموات والأحياء وسأخرج لكم الأبحاث التي كتبوها وقالوا من أن الأبحاث هذه لا طائلة تحتها لا فائدة فيها هذه القضية موجودة بشكل منتشر واسع في كتب مراجع النجف وبعد ذلك يأتوننا ويقولون من أننا نشخص الأعلم وفقا لعلم الأصول لهذا العلم الذي يبحث بهذه الطريقة السخيفة لماذا كل هذا السخف لأن الأساتذة قبلنا بحثوا هذا نرث السخافة من أساتذتنا ونورثها للطلبة الحمير القادمين يذكرني هذا ببيت ببيت مشهور للشاعر الجاهلي دريد ابن الصمة حين يقول أنا من غزية إنغوت غزية قبيلته وهي وهي من فروع قبيلة هوازن كان شيخهم دريد ابن الصمة كان شيخهم يقول أنا من غزية إن غويت غويت وإن ترشد غزية أرشدي فأنا أقول أنا من حويزة الحويزة تصغير للحوزة حويزة تصغير لحوزة لسان حالهم هو هذا أنا من حويزة إن غويت وإن ترشد حويزة أرشدي لكن حويزة لا تعرف الرشاد لا تعرف الرشاد لأنها بقيت في جاهليتها لا تعرف إمام زمانها وقد أثبت ذلك لكم حينما حدثتكم عن الأعلم الذي عينه السيستاني من بعده حين حدثتكم عن إسحاق الفياض وأثبت لكم بالأدلة الواضحة من أن الرجل ليس عارفا بإمام زمانه وليس عارفا بشؤون إمام زمانه هذا هو الأعلم في النجف إنهم يعيشون في جاهلية مستمرة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذا عن الموت وعن الحياة يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من بات ليلة 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 واحدة من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية وهؤلاء يعيشون إلى التسعين أتحدث عن أعمارهم يصلون إلى التسعين ويتجاوزون التسعين في أعمارهم وهم لا يعرفون إمام زمانهم واقعهم يصدق ما أقول كتبهم عقائدهم فتواهم أبناؤهم أصهارهم وكلاؤهم فضائياتهم كل ذلك ينبئ عن عدم معرفتهم بإمام زمانهم يعيشون في جاهلية جهلاء ويموتون على جاهلية جهلاء هذا هو واقع حوزة النجف إنني ما سمعت عن مرجع من المراجع تراجع عن دينه وعقيدته التي بنيت وفقا لعقيدة الأشاعرة والمعتزلة ما سمعت أن مرجعا من المراجع تراجع عن منظومة العقائد التي بنيت على أن أصول الدين خمسة ما سمعت أن مرجعا من مراجع الشيعة تراجع عن هذه العقيدة التي بحكم القرآن هي عقيدة كافرة بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة لأن الآية هذه جعلت بيعة الغدير أصل الأصول وهم يجعلون الإمامة من أصول الدين لكنها بدرجة الفرع لأنها من أصول المذهب يضحكون على الشيعة يقولون لهم إن الإمامة من أصول الدين لكنهم في الحقيقة لا يعتقدون ذلك فإن الإمامة من فروع الدين الدليل سلوهم الذي ينكر الإمامة يخرج من الدين أو لا سيقولون لكم لا يخرج من الدين لو كانت الإمامة من أصول الدين لكان منكرها خارجا من الدين لكن سلوهم عن المعاد الذي ينكره يخرج من الدين أو لا سيقولون لكم إنه سيكون خارجا من الدين لماذا لأن المعاد من أصول الدين عند الأشاعر عند النواصر فأصول دينكم يا أيها الشيعة هي أصول دين الأشاعر ما هي أصول دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيعة الغدير ترفض دينهم وترفض عقيدتهم أتحدث عن بيعة الغدير بمضمونها الذي بايعنا عليه لا أتحدث عن بيعة الغدير التي نقضها مراجع النجفي وكربلاء ويقولون من أنهم على بيعة الغدير وهم ناقضون لها الحكاية طويلة الحكاية طويلة أعود إلى هذه العلامة المهمة أنني أتحدث عن علامة حائط مسجد الكوفة الاهتمام بها هو علامة تشير من أننا في مسار التعظيم سائرون نذهب إلى فاصل